اشتركوا في القناة لأداء العبادة في زواياك إنها عزة الإسلام ومركز التقوى والسلام مكة المكرمة والمدينة المنورة في أروقة الحرمين الشريفين ينتشر العاملون الذين ينعمون بفضل خدمتهم وتطهيرهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي طابة الغراء وبمكة الخير والعطاء يعملون ليلا ونهارا من أجل طهارته وتنظيفه فهم يندرجون تحت إدارة كريمة من إدارة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها إدارة النظافة والفرش إدارة تعنى بالمهام التي تبقي على رونق الحرمين الشريفين وتزيدها جمالا وبريقا يعملون على العديد من المهام الجليلة التي تكمن في توفير الأوقات المليئة بالرخاء لضيوف الرحمن إدارة النظاف والفرش حقيقة لديها جهاز إشرافي متكامل لا يقل عدد الموظفين عن 130 إلى 135 موظف يعملون على أربع ورديات في الأيام العادية في المواسم يتحول العمل إلى ثلاث ورديات هناك جهود حقيقة تبدل في خدمة هذا المكان من قبل العاملين في المسجد الحرام ويتم دعم هؤلاء العاملين أثناء المواسم بموظفين موسميين هناك أكثر من 3000 عامل يقومون بعملية النظافة خلال المواسم موزعين على ورديتين كل 12 ساعة يدخل المجموعة تقوم بعمل النظافة وعمل الصيانة للعناصر المعمارية الغسيل يتم ثلاث مرات في اليوم تقريبا مسطحات هائلة حقيقة يتم غسلها تصل إلى 700 ألف متر مربع في الخلال الوردية الوحدة بالنسبة لنا أي ما يعادل 2 مليون ومئة ألف متر مربع الجهد كبير حقيقة بيبدل تقريبا لدينا ما يقارب 25 ألف سجادة يتم فرشها بشكل مستمر باستثناء موسم الحج السجاد هذا يتم غسله تقريبا خمس مرات في السنة لأنه كل شهرين أو كل ثلاث أشهر نحن نغير السجاد حق الحرام فيتم غسله مباشرة ويعادته من جديد السجاد الذي تمتلئ به أروقة الحرمين الشريفين يعمل على توفيره فيها مجموعة من العاملين بالإدارة يقومون بالاعتناء به وتنظيفه وتطيبه ليصبح جاهزا لأنوف ضيوف الرحمن حين تنزل عليه منكسرة لربها كما تعمل على جمعه بعد الصلوات ليتم غسل ما كان منه متسخا وتطيب ما كان منه يحتاج إلى تطيب ومن ثم إعادته إلى أماكنه كما أن الإدارة في مواسم الصيام وعلى رأسها شهر رمضان الفضيل تقوم بترتيب سفر الإفطار التي تكتظ بضيوف الرحمن وتشهد إقبالا لافتا من لدنهم فتقوم بالتنسيق مع المسؤولين عن هذه السفر من رجالات الرئاسة وإعطائهم خطة تنظيمية ليتم الإفطار بانتظام وبدون أي أخطاء إنهم يعملون كذلك على توفير الراحة وما يحتاجه العاكفون في الحرمين الشريفين فيقومون بتنظيم المجموعات التي تقدموا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أواخر شهر رمضان المبارك والذين جاءوا بغرض الاعتكاف والمكوث في المساجد الطاهرة متقربين من ربهم بهذه الطاعة المباركة التي كان يقوم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء من بعده الصحابة والتابعون يقتدون به في هذه الطاعة التي تقرب العبد من ربه زلفا في الوقت الحالي هناك تقريبا أكثر من أربعين فرد من العمالة يقومون بعملية تعطير السجاد بمعطر ورد خاص للسجاد على مدار الثلاث ورديات أو الأربع ورديات حسب المواسم فبصفة دورية يتم تعطير السجاد بحيث أن المصلين عندما يصلون على السجاد يكون برائحة طيبة وزكية لا ترى الحرم متسخا في أي وقت من الأوقات فهناك رجال ثميلة معادنهم يعملون على نظافته وترتيب محتوياته كامل الأوقات لا تتعب أناملهم ولا يصيب نفوسهم الوهن فهم يعلمون خيرية الأماكن التي يعملون فيها إنهم يعملون في خير البقاع قاطبة المسجد الحرام والمسجد النبوي كما أنهم يلاقون الكثير من الدعم الذي تعطيه إياهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات كريمة من نولات أمر هذه البلاد الطاهرة فتراهم كالغيث أينما وقع نفع بأيديهم يطهرون وبألسنتهم يشكرون وبقلوبهم يدعون الله أن يتقبل أعمالهم فهم يتمثلون قول ربهم وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود